موسيقى تجادلت الحركات حول أيهن ستختار الحرفة الذي ستكتب عليه الهمزة وسط الكلمة كل واحدة تقول أنا من سيختار فأنا الأقوى ولحسم النزاع قررنا حوض التباري وكانت النتيجة أن الكسرة هي أقوى حركة ثم تتبعها الضمة وتليها الفتحة وأخيرا السكون صرخت الكسرة أنا الأقوى ولي حق الاختيار وسأختار الياء لتركب عليها همزتي قالت الضمة أنا بعدك في القوة وسأختار الواوى فهو يشبهني وقالت الفتحة سأكتب همزتي على الألف فهو يناسبني أما صديقنا السكون فلم يتبقى له حرف مذد يضع همزته عليه ولذلك تكتب همزته على السطر إذن كي نكتب الهمزة وسط الكلمة لا بد أن ننظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها ثم نختار أيهما الأقوى والتي تتغلب هي التي تفرض الحرف الذي سنكتب عليه الهمزة يسأل الهمزة مفتوحة وقبلها سكون والفتحة أقوى من السكون فلذلك نكتب الهمزة على الألف يؤسس الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم والضمة أقوى من الفتحة فلذلك نكتب الهمزة على الواو هنا لدينا التباري بين سكون وكسرة والكسرة أقوى من السكون ولذلك نكتب الهمزة على الياء مؤمن لدينا سكون وضمة والضمة أقوى من السكون وهي من يفرض الحرفة فنكتب الهمزة على الواو دائرة لدينا هنا كسرة الهمزة وقبلها الألف الذي نعتبره سكون ميت فلذلك نكتب الهمزة على الياء ترجمة نانسي قنقر